قال العاهل الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين إن شن هجوم إسرائيلية على مدينة رفع الفلسطينية ستكون له تبعات إنسانية كارثية وخلال مؤتمر الصحفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانيو الماكرون أشار العاهل الأردني إلى أن استمرار الحرب والتصعيد الإسرائيلي في الدفة الغربية والقدس المحتلة سيؤدي إلى توسع نطاق الصراع مشددا على أهمية استمرار دعم وكالة الأنروا اشتركوا في القناة